الآن المستشار محمود فوزي الممثل القانوني للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ورئيس حملته الانتخابية يتقدم بأوراق الترشح بصفة وكيلا عن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلي بالكم في النقطة دي كده سيد رئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من تقدم بأوراقه وأول واحد كمل كل الشروط الخاصة من كشف طبي من جمع توكيلات من تأييدات من كل شيء تم تقديمه الهيئة الوطنية للانتخابات وقام المستشار محمود فوزي لنوى الوكيل عن سيد رئيس عبدالفتاح السيسي صبعا بملء استمارة الترشح وقدم تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عدتها كان ربعمية أربعة وعشرين نائب قاموا بتأييد سيد رئيس المواطنين اللي تم توصيق أوراقهم أو ما يقال التوكيلات اللي أغاموا بيها بمكاتب التوصيق التابعة للشهر العقالي كان عددها مليون وحوالي 130 ألف مواطن إذن الآن من خلال برنامج مصر تنتخب على قناة المحور بنؤكد أن أول من تقدم بتوقيع النمازج الخاصة بالترشح والإقرارات وكل شيء هو سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنتظر طبعا بلنتظر كل من انتوى وكل من كان قادرا على الترشح أهلا وسهلا بمفتوح للجميع نحن على مسافة واحدة جميعا ويجب أن نكون جميعا على مسافة واحدة هذا مقعد رئاسة جمهورية مصر العربي دي صور حاصرية قدام حضراتكم زي ما تشايفين كده لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هو كان رايح يعمل الكشف الطبي في البداية زي ما تشايفين أهوت الصورة واضحة مع السادة الأطباء سيادة الرئيس طبعا إحنا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ثلاث مستشفيات فقط هم اللي هيكون يعني من يحق له الترشح أو من يريد أن يتقدم المعقد الرئاسة الجمهورية توجه إليهم من هذه المستشفى الموجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة والصورة أظن يعني كشفها واضحة وتشرح نفسها